السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد اكيد ان الفيديو اليوم فيديو مهم ان شاء الله غياب افرازات التبويض الامر اللي ممكن انه يسبب السيدة تأخر في الانجاب ضروري تكون عندك متواجدة هاد الافرازات هادي باش تسهل مرور سائل منوي للبويضة وبالتالي يتم الحمل في اسرع وقت ممكن هاد السيدة هادي كتحكي التجربة ديالها مع غياب الافرازات ما كانش عندها افرازات بالمرة والوصفة اللي قامت بها وكانت سبب في الحمل ديالها من بعض الله غادي انطرحوها في هاد الفيديو هادا باش ان شاء الله تعم الفائدة وانتي كذلك يلا عجبك المحتوى ديالفيديو ما تنسيش انك تخليلي واحد اللايك باش تعم الفائدة ويوصل هاد الفيديو لجميع السيدات اللي عندهم تأخر في الانجاب بطبيعة الحال ان بعض السيدات كيجيني مجموعة من تعاليق مجموعة متساؤلات عن غياب افرازات التبويد هل لها علاقة بتأخر الانجاب كيفاش ترجع سيدة هاد الافرازات واش الغياب ديالها يعني بان السيدة ما عندهاش اباضة هادش كله غادي نجاوبكم عليه ان شاء الله اذا افرازات التبويد او ما يسمى بمخاطع عنق الرحم هو سائل يتم افرازه بواسطة عنق الرحم معظم النساء لا يستطعن ان يميزن بين السائل الذي يفرزه عنق الرحم او المهبل بشكل طبيعي ولهذا من الممكن ايجاد مزيج من سائل عنق الرحم بطبيعة الحال ان الهرمونات ديالجسم كتتحكم في شكل ومظهر الافرازات مثل هرمو الأستروجين ومستويات البروجستيرون كتقول الطبيبة بان يعني هالطبيبة اللي مشات لها السيدة كتقول لها بان غياب هاد الافراز هذا او هاد المخاط ديال عنق الرحم عنده علاقة بتأخر الانجاب كذلك النفسية كتتأثر على هاد الافرازات هدي الى كانت سيدة يعني متوترة قلقة عندها وحد يعني وحد الخوف من عدم الحمل او عندها كترة التفكير السلبي فممكن انه يسبب لها جفاف المهبل وبالتالي يؤثر لها على الدورة ديالها وعلى الاباضة وممكن انه يؤخر لها الانجاب خاصة تعرفي كذلك بان افرازات عنق الرحم مهمة للحمل افرازات التبويض مهمة لانها تساعد الحيوانات المنوية على البقاء على قيد الحياة والتحرك بشكل ثالث في عنق الرحم ويعني وغياب هاد الافرازات هدي ممكن انه يسبب السيدة يعني الجفاف وبالتالي ما يعطيهاش ذلك الافراز اللي كيكون كيدل على الخصوبة اكيد ان علاقة الاختلالات الهرمونية عندها علاقة مباشرة غالبا ما تؤدي الى وجود مشاكل في التبويض وفي افرازات التبويض بعض الاثار الجانبية للأدوية من الممكن ان تؤثر سلبا على افرازات التبويض ومن الممكن ان تجفف مخاط عنق الرحم او تقلل من جودته وبالتالي ممكن يعني تسبب لك جفاف في المهبل من ضمن هذه الادوية هذه مضادات الهيستامين او ادوية الحساسية يعني كان بعض الادوية ديال السعال كذلك ممكن تسبب جفاف في المنطقة ادوية البرد والجيوب الانفية خاصة الى كانت كتحتوي على مضادات الهيستامين بطبيعة الحال بعض مساعدات النوم يعني الادوية اللي كتساعدة على النوم الكلوميد كذلك وبعض الادوية المضادة للاكتئاب والصرع وادوية البرد والحساسية كتعمل على تقليل افرازات التبويض في عنق الرحم ومن الممكن ان تسبب العقم وجود كذلك الوسط الحمضي في المهبل اللي ممكن انه ينتج عنه يعني عدوى بكتيريا او خميرة كي ادي الى اختفاء هاد الافرازات ديال التبويض او تقليلها وفي هاد الحالة هادي يتم انتاج الخلايا استجابة للعدوى بطبيعة الحال بعض السيدات كيكتروا من استخدام الغسول المهبلي اللي كيهدف الى ازالة العرق فهاد المنطقة هادي فانه كيعمل على ازالة مخاط وافرازات عنق الرحم اذا حاول انك ما تستخدمش واحد الغسول ليكون قوي غسول ليكون يومي بطبيعة الحال ان هاد الامر خاطئ جدا جميع السيدات اللي كيشاهدوا القناة ديالي يحاولوا انهم يتجنبوا الغسول بكترى يحاولوا انهم فقط يكتوفيوا بالماء الدافئ لانه ممكن انه يعني هاد الغسول هذا يعني ينشف لك المنطقة وبالتالي يؤدي الى جفاف ويؤدي الى بكتيريا لقدر الله مما يؤدي الى اصابة بعدوى في المهبل اذا حاول انك ما تكتريش من الامر لانه ممكن يسبب لك عدوى بكتيريا لان البكتيريا اللي كتكون في المنطقة كينبعد البكتيريا كتكون نافعة هي اللي كتمنع انتقال العدوى وبالتالي ملك تكتري هاد الغسول هادا فانتي كتقتلي ديك البكتيريا النافعة وكيصبح عندك واحد الجفاف وكيغيبوا هاد الافرازات ديال الابادة مل ممكن كذلك يعني ان تسبب الاصابة او الجراحة السابقة في عنق الرحم الى مشاكل في انتاج افرازات التبويد في عنق الرحم ملك تخضع السيدة الى تخدير في عنق الرحم او الى عملية سابقة كي ادي هاد الامر الى انخفاض في افرازات عنق الرحم نقص الوزن المفرط او ممارس الرياضة المفرطة كتسبب الى تقليل مستويات هرمون الاستروجين هو اللي كيقوم بالدور دياله الى زيادة افرازات التبويد فعنده يعني نقصان هاد الهرمون هادا كي ادي الى انخفاض افرازات التبويد او ممكن ان تنعدم تماما عدم التوازن الهرموني كي ادي الى نقص في افرازات التبويد والسبب في ذلك عدم وجود هاد التوازن هادا هو المشاكل يعني اللي كتكون في الغضة الدرقية او وجود فرط في برولاكتين الدم الهرمون الحليب يعني كيكون مرتفع عند السيدة كي ادي الى مشاكل الدورة وكذلك مشكلة التكيوس او متلازمة التكيوس المبايد وقصور المبايد الاولي كي ادي الى هاد المشاكل اذا من بعد ما اذكرت لكم الاسباب ديال هاد النقص ديال الافرازات غد اذكر لكم بعض النصائح باش ترجعي الافرازات ديال التبويد وكذلك غد نعطيك الوصفة القوية اللي اعتمدت عليها هاد السيدة هادي وهاد الاخت هادي اللي كان عندها بالفعل جفاف قوي في المهبل كان كي ادي المشاكل اثناء العلاقة وبالتالي كي ادي الى تأخر في الانجاب اذا حاولي اولا عدم استخدام المعترات بالاضافة الى المستحضرات الكيميائية اللي كتستخدم بهدف تنظيف منطقة المهبل بشكل نهائي يعني حاولي انك تبتدع لها بشكل كلي العمل على المحافظة على نظافة منطقة المهبل بشكل جيد وذلك باستخدام الماء بشكل منتظم الماء الدافع حاولي انك تجنب الماء البارد بطبيعة الحال وضروري من تجفيف المنطقة بعد الوضوء يعني ضروري تجف في المنطقة باش ما تكونش واحد الرطوبة وبالتالي هاد الامر يسبب لك مشاكل يعني حاولي انك من بعد الوضوء يكون هناك تجفيف للمنطقة بطبيعة الحال ينصح الاطباء باستخدام مرتباز طبية في حال كان عند السيدة واحد الجفاف شديد وهو الطبيب هو اللي غادي يعطيك نوع المرتب وطبي يعني خاصه يكون طبي باش ما يكونش هناك مشكل بطبيعة الحال باش المنطقة يعني يرجع لها واحد الرطوبة وبالتالي تحافظ على الرطوبة ديالها يجب شرب الماء بكثرة في اليوم الواحد يعني ضروري تشرب الماء بكثرة الماء كي يساعدها لترطيب الجسم وكذلك في منطقة المهبل فهي من ضمن المناطق ديال الجسم ديالنا اللي إلا شربتي الماء غادي ترتب وغادي يحصل واحد الإفرازات غا ترجع بشكل طبيعي كذلك ارتداء الملابس القطنية ضروري منها والابتعاد عن الملابس اللي كتحتوي على النيلون أو النيلون أو أي قماش آخر ممكن أن يؤدي أو يؤدي هذه المنطقة بشرط أن تكون واسعة وغير ضيقة هذا الأمر هذا كيتهونوا عليه السيدات حاولوا أنكم تقتنيوا واحد الملابس الداخلية قطنية تكون واسعة وعنما ما تكونش ضيقة باش تخلي ذيك المنطقة تبقى في صحة جيدة إذا الوصفة كالتالي الوصفة القوية اللي جربتها هذه الأخت هذه من بعد أنه ما كان عندها واحد الجفاف في المنطقة استرجعت الإفرازات لحظات أنه كان واحد الفرق يعني بمجرد ما درت وقامت بهذه الوصفة هذه لحظات الإفرازات ديالها رجعت للطبيعة ديالهم وكذلك صبحت مطاطية أكثر وكانت هناك واحد الإفرازات مدة أربعة أيام متواصلة هذا يعني أنها رجعت الخصوبة ديالها وبالتالي حصل عندها الحمل وماشاء الله نجبات التوأم بطبيعة الحال أن الأمر ماشي صعيب بزاف حاولوا أنكم فقط تبعوا لي القناة تبعوا الوصفات وإن شاء الله تلقوا عليها نتيجة المرضية خلطة الزنجبيل والزعتر مع العسل ستخلط ملعقة من مصحوق كل من الزنجبيل ملعقة من القرفة ملعقة من الزعتر وضيف لها رشة من القرنفل وملعقة كبيرة من العسل ثم ستناولها على الريق يومياً وقبل وجبات الطعام الرئيسية لضمان تقوية المبايض هذا الوصفة ستناولها السيدة مبتداء من أول يوم لنزول الدورة إلى غاية اليوم الخامس من الدورة مباشرة بعد انتهاء الدورة يعني يرجعوا عندك هذه الإفرازات وتشوفهم وتلاحظهم من بعد ما كان عندك واحد الجفاف كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى الإعجاب ديالكم إلا عجبكم بطبيعة الحال هذا الفيديو ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة نضرب لكم موعد في الفيديو الجاي إلى اللقاء